مصر تتعادل مع الجابون في لقاء صعب جدا الجمهير المصرية برغم التعادل الا ان الاراء اعتقد غير سعيدة بهذه المواجهة جمهير مصر النهاردة ناخد رأيها اقول لي النهاردة رأيك ايه الاول في اداء منتخبنا الوقت ده اعداء سيئ جدا العبه فرحانه وبتسلم على بعض بعض المواجه عشان يتعادل مع الجابون يعني دي فضيحة يعني هم لازم يقعدوا مع بعض كده ولازم يعني اتحاد الكرة يبص بص كده لانه واضح اداء كابتن حسان ماشاء الله جميل جدا يعني محتاجين احنا نبص بص على مداربين تانين لان الراجل خلاص واضح نهو معنش حياة ديها اداء فعلا سيئ جدا مش ده اداء منتخب مصر ولا دي العيبة ولا دي البرفورمس اللي احنا نشوفه دايما على طول في الدور المصري كمان مش بنشوفه مع منتخبات لا محتاجين عادة تاني اللي كان المنتخب بأسرع وقت دايما احنا عايزين فعلا انه وفكاس العالم مش جايين كده منتخبنا يعني كان ينقصوا مين في التشكيل عشان يكون بالشكل اللي احنا عوزين الفكرة كلها ان طريق حامد ليه ما يلعبش ماشر زي ده انت ماتش في الجابون على ارض الجابون تمام انت محتاج حد يمسك نص الملعب حامد مش لازماء فنية من الكلام على التشكيل الناس بتانتقل لا التشكيل كله اساسا انت عندك لعيبة في مصر تمام تقدر انها تأدي اكتر من كده سبك بقى من ضغط بقى لضغط الموسم سواء ضغط المبارات او الكلام ده كله ولكن الفكرة كلها في طريقة كابتن حسان بدري في ادارة التشكيلة اللي معاه الفكرة كلها هو مش عارف يحدد كل واحد البوزشن بتاعه ايه كل واحد البوزشن بتاعه فين فيدي الفكرة كلها تب مصرح ما كانش موجوده مطش الفات ده ده ما موجوده مطش ده فين بقى فينه كورة الجماعة احنا عايزين نوصل كاس عالم عايزين بلاش بقى جاوبة ان احنا هنعمل اداء مش هارفه الكلام ده لا احنا عايزين نوصل فعلا ان احنا نكون موجودين في كاس العالم ونحقق مركز ان شاء الله بإذن الله بسألك سؤال مهم يعني انت عاوز توصل كاس عالم ولا عاوز اداء ووصول لان في بيقولك احنا عاوزين النتيجة قبل الاداء لا انا عايز الاثنين عايز المنتخب ببقى ده وكويس وعايز احنا نكسب بردك ونلعب كورة للمنتخب النهاردة وحش ولا هتفاع ولا هجوم ولا اي حاجة انا هو اسوأ المنتخب مثلا عمدار 20 سنة شوفناه المنتخب وحش جدا 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 حتى مثلا ناس متكتفة العيبة متكتفة مفيش حرية في الاداء كل واحد خاف على مركزه وحاس ان في حاجة بردك بين اللعيبة كده مش مزلوطة يعني صعبة شوية كده في الوصول لكاس العالم دي لسه مستمرين زميلي هاني يعني النهاردة رأي كيف اداء متخبنا بردك اداء سائي جدا جدا مفيش جملة واحدة تلعبت مفيش باصة كويسة انا محتار يعني انا عندي زيزو وعندي رمضان صبحي وعندي حسين الشحات عندي جناحات قعدة برا رمضان مصاب رمضان مصاب طب حسين الشحات مش مصاب زيزو في فورما عالية جدا ليه ما كانش ينزل انا بصراحة يعني اعز علان جدا وانا بتفرج على المنتخبنا مش ده منتخبنا يعني احنا عندنا لعيبة كوالية بتاعتها عالية قوي ليه كده سؤال مهم شاف انه منتخبنا بغض النظر عن الانتقادات والناس متدايقة شوية الطبيقة يكسب انجولا والجابون وليبيا خارج الارض اه طبعا اه طبعا ده فريق ليبيا كثبته اتنين واحد انا عايز اعرف من اللي اختار حسين البدري حسين البدري بياخد مرتب اللي بيدينه المرتب ده مفروض واللي اختاره يتحسب اهضار مالعام اهضار مالعام بجد والله هو كل كم شهر يطلع انا بطالب بزيادة مرتب انا عايز زيادة مرتب فين بقى بتعمل ايه انت ما عملتش فكرة واحدة انت كل الكوار اللي بتجيلك اهدف له قدام واي حد يلوش بنلعب في الشارع ده مش مصر خالص مش ده الفريق اللي خد تلاتة افريقيا وربعة لو اسألك سؤال انت لو هتقول مين اللعيبة اللي ينقصها حسين البدري عشان يصلحوا لمصارفات رجالة لا هو المشكلة مش اللعيبة احنا عندنا لعبة كويسين جدا بس هو الفكرة مدير فني هو مدير فني ما يصلحش يكون منتخب مدرب مصر فيه فيه خيارات كتيرة غيره تشكيل غلط تبدلات متأخرة جدا وفيها غلط يعني تطلع افشا ليه هو منزل عبدالله السعيد عشان يوصل الكرة لقدام افشا هيساعده تطلعش افشا هو تبدلاته كلها غلط اخيرا بقى يعني عاوزين اسمع كلمة ايجابية تقول لعدادة المنتخب والله المنتخب اداءه احنا عمرنا مشوفنا المنتخب المصر كده المنتخب فاسوق حالاته بصراحة كابتن حسام البدري لا يصلح لتدريب منتخب مصر شكرا زميلي هنا عدخوت ده كان لقاءنا مع جميل منتخبنا الوطني اللي يعني مفيش ايجابيات في الاداء حتى كل الاسئلة موجهة لجزء بعيد عن كابتن حسام البدري لكن انتقاضات كبيرة جدا للكابتن حسام البدري اللي نتمنى صعود منتخبنا الى كأس العالم في كل اللحظات وفي كل اوقات عودة من جديد والزميل هنا هتخوته برنامج المتش